يعني عايز اقول انا من الناس اللي حضرت الاحداث وشفتها وهي بتتعمل يعني شفت الاحداث وهي بتترتب بشكل او باخر يعني وكما انتم شفتوا كده يمكن الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس ان مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي اه فيه تمن زي ما اسم الناد والنهاردة التمن فيه تمن تمن كبير او الدفع والتمن ده فيه اسر انا دايما اقول الكلمة دية وتكراري له هو عرفان تكراري للكلام هو عرفان عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة ان ان التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا عندنا كلنا مش عندنا بس سبتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة وفي التلفزيون بيشوفو المشاهد دية بيحسوا قد ايه ان فيه تمن كبير او الدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام ومهم قوي ان مش الرسالة بس للمصريين من الطيبين حتى للاشرار لما حصر الكلام ده من سنين كنا بنقول ان الموضوع ده في يوم من الايام حينته وما فيش ارهاب يهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد ما فيش اه فيه تمن وفيه وقت كبير بيضيع وفيه مقدرات وتكلفة غير الارواح بتتقدم من البلد دي لكن اكيد اليوم حيييجي لنهاية واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا عشر سنين انا خليني حكلمكم على كشاهد عيان ازاي الموضوع ده حصل وحقوله لكم عشان عشان تعرفوا ان ان ما فيش حاجة بتتعمل والدة اللحظة ده فكر وخطة وترتيب واجراءات بتتعمل عشان في النهاية ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه الى عشر سنين اللي فاتوا وأنا مش بقول حكاية انا بقولوكم وقائع كنت انا نائب مدير المخابرات فالفين وتسعة فكوننا بنعمل لقاءات عشان منقشة الوضع الأمني في سيناء